أعلنت وزارة البحرين إحباط مخططات إرهابية والقبض على 116 عنصرا مدعومين من إيران وذكر بيان للداخلية البحرينية أن الحرس الثوري الإيراني عمل على توحيد عدة تنظيمات إرهابية في إطار واحد أضافت أن الخلايا الإرهابية المضبوطة عملت على استهداف منسوبي الأمن ومنشآت نفطية في البحرين وجاء في البيان أيضا أن قيادات إرهابية هاربة في إيران والعراق ولبنان قادة الخلايا المضبوطة أوضحت وزارة الداخلية البحرينية أن 48 من الموقفين تلقوا تدريبات في معسكرات في إيران والعراق ولبنان وكشفت الوزارة عن العثور على متفجرات وأسلحة وعبوات ناسفة مع الخلايا الإرهابية ترجمة نانسي قنقر